اشتركوا في القناة موكشتاين في بيروت الاثنين والاستشارات النيابية الملزمة مؤجلة إلى ما بعد الزيارة التعديات على الأملاك البحرية العامة متواصلة إرث المختصب وسطو الممنهج أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من صوت بيروت انترناشنال في بعبدة إنه يوم الملف الأسود والمقصود هنا الملف الذي حمله رئيس الحكومة نجيب ميقاطي إلى القصر الجمهوري ويتضمن الخرائط والإحداثيات والمعلومات المتعلقة بالترسيم البحري لماذا اختار ميقاط اللون الأسود؟ لا أحد يدري لكن الثابت أن السواد في لبنان يشمل معظم الملفات تقريبا فملف الكهرباء مثلا لا يقل سوادا مع المعلومات شبه المؤكدة التي تشير إلى أن لبنان مهدد بالعتمة الشاملة بدءا من منتصف الصيف فأهلا وسهلا بالسياح في بلد لا كهرباء ملف المحروقات يتميز أيضا بلونه الداكن فصفيحة البنزين بدأت تقترب وبسرعة من صقف السبعمائة ألف ليرة والقطاع بأسره يعاني نتيجة تخبط الدولة وعدم اعتماد سياسة واضحة كل ذلك يحصل فيما الدولار واصل ارتفاعه والتخطى صقف الثمانية وعشرين ألف ليرة إذن كل الملفات سود في لبنان وجميع اللبنانيين يعرفون هذا الأمر باستثناء شخص واحد جبران باسيل فباسيل منشغل ومنصرف ومهتم بملف واحد لا غير تشكيل الحكومة وهدفه تحقيق أمرين تولي وزارة الخارجية شخصيا وإسناد وزارة الطاقة إما إلى شخص قريب منه أو من التيار الوطني الحر فهل قدرنا أن ننتقل من ملف أسود إلى ملف أسود آخر لأن جبران باسيل لا يريد للبنان أن يعيش يوما أبيض إلا إذا حقق أحلامه الوزرية وربما الرئاسية عبر الوصول إلى هدفه الأكبر رئاسة الجمهورية عندها حقيقة على لبنان السلام البداية من الكارثة الجوية في شمال إيطاليا والتي كانت لبنان حصة مأساوية فيها فبعد يومين من عمليات البحث المكسفة عثر على جثث سبعة ركاب كانوا على متن المروحية التي فقدت ليلة الخميس الفائد في منطقة جبالية وعرة في شمال إيطاليا وعلى متنها سبعة أشخاص هم إلى جانب الطيار اللبنانيان شادي كريدي وطالق طياح وأربعة أتراك يعملون جميعا في مجموعة إن ديفكو للإماء الصناعي وقد ذكرت وزارة الدفاع الإيطالية أن الجثث السبع كانت مباثرة في الموقع مما يرجح أن تكون الطائرة قد اصطدمت بالشجرة أو بالشجر الكثيف في المنطقة قبل وقوعها على الأرض وتحطمها كليا واحتراقها وفي كل استضام ربما كان أحد الركاب يسقط منها لقوة الضربة مما يفسر المسافة الكبيرة بين جثثة وأخرى في جديد تطورات النزاع الحدودي البحري أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن كبير مستشري وزارة الخارجية لأمن الطاقة آمس أوكشتاين سيزور لبنان يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين لمناقشة أزمة الطاقة في البلاد وتأكيد أمل واشنطن في أن يتمكن لبنان وإسرائيل من التوصل إلى قرار بشأن ترسيم حدودهما البحرية وأضافت وزارة الخارجية في بيان أن الإدارة الأمريكية ترحب بالروح التشاورية والصريحة للطرفين من أجل التوصل إلى قرار نهائي من شأنه أن يؤدي إلى قدر أكبر من الاستقرار والأمن والإزدهار وللتعليق على مفاوضات ترسيم الحدود المجمدة والنزاع البحري المتفاعل ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير النفطي الدولي والمستشار لدى شركات نفط عالمية الدكتور نقولة حاوي مساء الخير دكتور أهلا وسهلا فيك مساء الخير مساء الخير لفيدا يعني بداية ما هي الرسالة المتوقعة أن يحملها معه المفد الأمريكي إلى لبنان وما الذي قد يطرحه الجانب اللبناني أنا باستكد أنه ما في رسالة رح يقدمها هوكستين المنتظر هو رسالة لبنانية أكثر من الرسالة الأمريكينية لأن الرسالة الأمريكينية نعطف للبنانية من أكثر من شهرين وكنا بعدنا لهلأ ما عنا أي جواب واضح من أبل الدولة اللبنانية على المفاوضات ولوان رايحين فأهمية الوضع هلأ أنه هوكستين رح يجي ورح يوصل على لبنان ناطر أجوي بواضحة من الطرف اللبناني ما بذكر سيقدم شي جديد وهي دقلناها من شهرين وبعد نقول لهلأ وبرأيك الجانب اللبناني صار عنده جواب موحد ليقدموا للوسيط الأمريكي؟ أنا صراحة ما نشاهد أي جواب موحد أنا عندنا مشكلة شيء كبير إلا أنه عندك هيدا الخطة 23 اللي بعد ما نعرفين شو رح نعمل فيه هل عن جد ما ننقله ونرجع نعدي المرسوم من 6,433 وعندنا مشكلة كبيرة بأسة التعديل لأنه كيف رح يصير التعديل؟ هل بدنا حكومة ترجع تصويت ويتاخذ القرار وبعدين يبعث المرسوم عن رئيس الجمهورية من المدى؟ ولا هل رئيس الجمهورية هو رح يمضي ورئيس الجمهورية ورافد يمضي كمان؟ فالمشكلة الماضلة هي منا بس ماضلة على أساس نقلة الـ 23 إلى 29 هي كيف؟ شو هي الألية اللي رح تتتبع دولة لبنانية إذا رح تتتبع عيالية لأنه لا معنا أجهب واضحة دكتور ممكن يكون الحل باعتماد الخط 23 مع حق القانا مقابل خط 29 مع حق الكريش بالنسبة لأسرائيل؟ هذا كثير عم ينطرح هذا كثير عم ينطرح بس بفكر أنه منه هل قد سهل منه هل قد سهل الموضوع أنه بس نحن ننتقل نعطي نقل نقرل أنه نحن الخطة معنا هو خط 23 وبعدين رح يطلع لنا كل الحق اللي وجهه يعني إسرائيلية أكيد رح يكونوا عم بفوضوا بقوة سيل في المنطقة يطلع لنا حقا من حق القانا كمان طيب برأي حضرتك أنه الموقف اللبناني من الوسيط الأمريكي أنه غير نزيه له اعتبارات أو دلالات أو بس بإطار التصعيد السياسي أنا بفكر هذا كله تصعيد سياسي إخدتها في نفط لازم نواجهة بالبحر هل نحن مستعدين كلبنانية نقدر نستخرج النفط بطريقة تكون مفيدة للدولة ومفيدة للشعب اللبناني وإلا رح نكمل بها طريقة مساومات ومفوضات وإخطة الجانب الإسرائيلي مثل ما إلا رح يكمل من دون أي تردد يعني إلى استخراج النفط من كريش بدنا نتذكر أنه الخط 23 هو الخط المعتمد من اللبنانية والخط المعتمد كمان من الأمم المتحدة يعني الإسرائيلية بالـ FTSO طبعا ونبلش ويسحب النفط من كريش هم دوليا أو أمام المجتمع الدولي هم عم بيستخدم نفط من أراضيهم دكتور السؤال الأخير إذا بلشنا من بكرة عملية استخراج أو أخذنا قرار باستخراج الغاز بين المياه اللبنانية كم سنة بدنا لحتى نقدر نبلش عملية الاستخراج لا أصولا إذا بدنا هذا صال عادة كان نترح عليه بالـ 2011 وقلتنا بدنا على القليلة عشر سنين وقلتنا عشر سنين وبعدنا عم نحكي فأصولا بدنا وقت يعني بدنا ست سنين على القليلة منموم ست سنين بين الاكتشاف أول شي لأنه بعد ما لننا مكتشفين أي نفط كمان هذا بدنا نحدده أنه بعد ما فيه اكتشاف لنفط فيه إذا بدكن في عنا تشانسر كبير يكون موجود النفط بس ما عنا بعد اكتشاف يعني بعد ما يصير في اكتشاف بدي يصير في تحديد للبقعة النفطية وبعدين بدي يصير في استخراج النفط وهي بتاخد كثير وقت تاخد ست ست سنين وأكتر أكيد من ست ست سنين إذا تطلعوا على كل الشغل اللي يعملوا الإسرائيلية من الـ 2009 والـ 2010 و11 واللي بعد وبعدهم هلأ هلأ بلشوا يستخد فعندكم على أبيل ست ست سنين قبل ما نبلش نستحصل على أي مردود أنا بدي تشكرك الخبير النفطي الدولي والمستشار لدى شركات نفط عالمية الدكتور نقول حاول الأملاك البحرية العامة إرث مقتصب وسطو ممنهج الشاطئ لكل الناس الشاطئ ليس لقلة من الناس تجني من الملك العام ملايين الدولارات عنوين استخلصتها جمية نحن بعد إنجاز دراسة تكشف كل أنواع التعديات بالتفاصيل والأرقام من الشمال إلى الجنوب على الأملاك البحرية العامة هيدا الاستثمار عم بيطلع تقريبا عشرة مليار دولار بال2021 بالسنة بس مين اللي عم يخد هالعشرة مليار دولار مش عم تيخد الدولة مش نحنا هيدا مش الاستثمار عم بيروح رايعوا لألنا عم بيروح لكل من الناس 75% من الممتلكات المنتجعات الموجودة هي لصالح أسرية قرادية وهن قرابنا السلطة وإذا مش السلطة بشكل مباشر أكثر من 6 ملايين متر مربع تبلغ مساحة الإشغالات العامة البحرية في لبنان من بينها أكثر من مليونين متر مرخصة ويدفع المستأجرون للدولة نسبة أقل من 1% من قيمة المساحة المشغلة مفروض يكون في تحرك سريع على المحلات اللي ممكن روح فيها نغر الواحد للتنفيذ ومثل ما شفنا أنه البلديات تلعب دور رئيسي بهذا الموضوع حركتها سريعة القانون يسمح لها تتصرف وتتحرك وهذا هون الضغط الشعبي اللي لازم يمارس في حال كانت البلدية مش قيمة بوجبتها ومؤسرة الإرادات السنوية لإشغال الأملاك البحرية تبلغ نحو 15 مليار ليرة لبنانية فقط فيما ينبغي أن تكون الإرادات الفعلية لقيمة تشغيل هذه المساحات أكثر من 120 مليون دولار تحرير الأملاك البحرية العامة مرتبط بقانون استعادة الأموال المنهوبة والقانون متصل هو الآخر بهيئة مكافحة الفساد هيئة تعرقلها قوة التنفيعات السياسية وعمليات السطو الممنهجة والمستمرة حتى يومنا هذا حسين خريس صوت بيروت انترناشنال الشاطئ لتمثال الشهداء الموجود في وسط بيروت قصة لا يعرفها الكثيرون نطل على تفاصيلها في هذا التقرير أيها اللبنانيون هذا ليس تمثال الشهداء الأصلي فإن عدنا عشرات السنين إلى ساحة الشهداء نفسها وتحديدا إلى فترة الانتداب يتبين وجود تمثال حجري آخر يحمل اسم الباكيتان فما قصته؟ مثل ما عم بتشوف ان دفن امرأة مسيحية وامرأة مسلمة عم يبكوا على على ولادهم في تقريبا بيناتهم إذا بتشوف معمول على الطريقة الفينئية بطريقة دفن الموتر في ناس حست بهذا المجسم انه ما بيجسد البطولة مشان هيك اجا محله كمان كلنا بنعرف تمثال الشهداء الحالي أزيل تمثاله الأصلي الذي نحته النحات اللبناني والعالمي يوسف لحويك في العام 1952 لعدم تجسيده مشهدية الوحدة الوطنية ليطلب من الفنان الإيطالي مارينو مازاكوراتي تشيد نصب تذكري آخر تم افتتاحه في العام 1960 على عهد رئيس الجمهورية فؤاد شهاب بالتاريخ كان فيه شهداء وقاء ساقته 1916 بالستة عيار حب الانتداء بالفرنسي من بعد ما فلو العثمانية من هنا يعملوا مونيمنت يعني يكون فيه ذكرى لهيدا الحادثة الباكيتان تنتظر عشاقة تاريخ اللبناني في باحة مدحف سرسوك في الأشرفية عرفنا أنه كان محطوط على جنب بقلب جراج بمنطقة مرمخايل ووقع عليه زفت وزيت سيارات واتسترا بلدية بيروت اقترحت أنه تعطيل المدحف بسنة 93 نعطل المتحف مثل ما هو موصخ بكل شي وكان فائد أكيد السوكل اللي كان تحته بس كمان هيدا السوكل اللقوي من بعد وقت طويل بالمتحف أنه ما مفرود يكون لأنه هذا السوكل كان يعليت يقدروا الناس يشوفوه بساحة كبيرة بس بالمتحف ما نعايز اشتغلت تمرق من هون من لبنان البلد اللي كان ينتج ويصدر خيطان الحرير ويبيعه مقابل كتير من المصاري صحيح أنه جوهانا ما عنده ولا أهداف مادية بتربية دود الغاز عنده بالبيت ولكن فينا ننطلق من هالهواية لحتى نقترح مشروع جديد لللبنانيين أنهم يرجعوا لأصل الأصل لتاريخ صناعة الحرير فشو هي قصة جوهانا من قلب مدينة الحرف بجبال أنا غرامت فيهم لما مرأة اختيار أعطيتني الدودات وبلشت عمليهم الرشارش وصرت أربيهم بس تحتى الولاد يشوفوهم تحتى مطم قرد هالشغلة هلأ مين بيحب أنا مستعدة أعطيهم توسي الوقت أنه ما عدت لقيت منهم صرت نبش لقيت ناس أنه فيه ناس مهتمة جبت أربعة دودات من عندهم ربيتهم ومش على الحال وهلأ أني كل أولادة بيخبروا رفقيتهم وبيقولوا لهم نحن عنا الودقاز بس الدماج أنه حياتها شهرين ما فيه بس من بعد شهرين برا تقعد بالبراد البيضة والبيضة بترع بتظهرها بأفريل تترع تتفى وبترع تعمل لك موسم تاني تجي تشوف أنه شغلي هايدي حسرة صغيرة عم بتاكل وعم بتضحي بحياتها تعطيك الخات وهذا الخات طوله 1500 متر إذا عملت عليها رشارش ما بكرون أنا لأنه ما عندي الوسائل لأنه كريت شوية بالركوة بمي صخنين بس تشوفهم الأولاد كيف بتكر بس بدك الوسائل إنه المعمل وهيك صارت تربية ديدان الأز عندها تسلية توصل لدرجة تعلق فيها فخيطان الحرير المتينة تربط مشاعر الوحدة دعانا تروح دعانا يحتل مطرحها الحرير الاصطناعي بتحطها بمطرح دافة عشر تيام بتطلع دودة طولها شي 2.5 ميلي وبتكبر لما تخلص أول عمر بتشلح جلدة بترجع تاني عمر بتشلح جلدة على خمس مرات خمس مرات بصير مستعدة تعمل شرنة هي بتصير تنبش على زوايا بتعمل أساسات وبترجع تبلش تلفع حالة بتعمل مثل شاك الويد بتلفع حالة بتلفع حالة بتصيرك أصفر أو بيات بس ايه شي كزا لون لما تخلص الشرنة بدأ جمعتين جمعتين بتظهر البابيون فيها الهوية تتحول لمشروع والمشروع يتحول لهوية انتاجية مغزول بخطان الأمل نطلع من شرنقتنا فراشات لوسع الكون جوهانا عم بتربط ودأز عندها بالبيت على أمل أنه يرجع طريق الحرير يقطع بلبنان قيدرغانم الصوت بيروت انترناشنل والآن إلى الصفحة الفنية مع نادة عيتاني نبدأ أخبارنا مع سعد المجرد وحفله يلي ألغت إدارة مدينة سندي بادلاند السياحية ببغداد ليلة الخميس الفائت حفل الفنية المغربية سعد المجرد قبل ساعات على بدءه بعد مقام محتجون باقتحام مكان الحفل كما تجمع المئات من المعارضين بتقدمون رجال دين أمام المدينة السياحية ورفعوا ليفتات بتناهض إقامة الحفل وحاول بعض المتظاهرين اقتحام المدينة السياحية إلا أن قوات مكافحة الشغب تمكنت من صد لا تلغي الإدارة الحفل بشكل تيم وجاء رد الفنين سعد المجرد على الحادث العراق نحبك مهما حدث نرسل لكم الكثير من الحب من بغداد نحن صعداء وكثيرا وبشكل متكرر عم تضغط فصائل مسلحة ومتظاهرين من أنصارها من أجل إلغاء الحفلات الفنية والغنائية بدعوة أنها بتتزامن مع احتفالات دينية أو أنها بتخالف الأعراف السائدة والتعليم الدينية وإلى أيضا الكويت حيث أحيت النجمة اللبنانية إليسا حفل مسل خميس بدولة الكويت بصحبة النجم والكفوري على مسرح أرض المعارض وسط حضور وترحيب كبير من قبل جمهورة ومحبينا وأشعلت إليسا خشبة المسرح بمجموعة من أبرز أغنياتها مع حرص عدد كبير من نجوم الكويت على إلقاء تحيي عليها والتقاط الصور التذكارية معها على هيمش حضورهم الحفل ومن بينه النجمة فرح الصراف وحليمة بولند ليكمل الحفل مع النجم والكفوري يلي قدم مجموعة من أجمل أغني وصطفعه الكبير من الحضور بأداء خاطف ومميز وأيضا هالأسبوع ودع الفنين رامي عياش والده أبو شادي رامي السامي أبو عياش بإلقاء النظرة الأخيرة عليه وذلك خلال الصلاة على جثمينه يوم الثالثة الوقع بسبع حزيران الجيري بمسقط رأسه بعقلين كما قدم نجوم الفن واجب العزاء والعزاء بويلد رامي من بينه النجوة كرم عاصل حليني سعيد المروق نيزار فرانسيس نيضال أحمدي وغيرهم وكان بوبستار قد تلقى خبر وفاة ويلده بموقع تصوير مسلسل الجديد العين بالعين وهو المعروف بعلاقته الرائعة والمميزة معه الله يرحمون أكيد ويصبرون بنتقل إلى المهرجينات وأقيم مهرجين الزمن الجميل بدورته الخامسة بقاعة السفراء بكازينو لبنان حيث تم في تكريم عدد من نجوم الغناء وتمثيل العربي واللبناني وقدمت الحفل الإعلامي كارلا حداد وافتتحت الفنينة تانية أسيس الحفل بالنشيد الوطني اللبناني وبقى متنوعة من أعمالها وألقى الدكتور هراتش سعبازاريان مؤسس ورئيس المهرجين كلمة استهلة بالترحيب بنجوم الحفل وأكد أن المهرجين اليوم بيجي تأكيد على أن لبنان لن ينهار وهو شعلة الفن والثقافة بالعالم العربي والشرق الأوسط الفنين هاني شاكر وبعد تسلم درع المهرجين التكريمية أيقونة الفن العربي قال تحية إلى لبنان وإلى إدارة المهرجين برئيس الدكتور هراتش يلي عم يبضل مجهود جبار بوقت يجب أن تقوم الدولة بفعل تكريم فنيني الزمن الجميل من جهتها آلة الفنين المكرمة صفية العمرية اللي اعتلت المسرح بيكي ومتأثرة لبنان كان منارة الفن والإعلام العربي وكنا نعتبره بمصر الاستوديو الكبير كما وكرم المهرجين ساميرة عبدالعزيز فوا فادي عبدالغني شريفة فاضل ونادية لطفي ومن سوريا تم تكريم القدير حسام تحسين بيك والممثل ندين خوري أما من لبنان فكرم المهرجين جورجات صايغ ماري سليمين مايا ياسبك مريم شئير أبو جودة عبدالله الحمصي يوسف فقري مادلين طبر خالد السيد لليان نمري وداد جبور وعازف القانون الموسيقي محيدين الغالي وإلى الخبر الأخير نشرت نجم التلفزيون الواقع كيم كارديشن فيديو جديد لألعاب حسابه على انستغرام بإطلال غريبة تم تدولة من روية مواقع تواصل الاجتماعي وظهرت كيم بالفيديو مرتدي في سطان طويل مع أكمام طويلة باللون الأسود اللامع مع قناع وجه بيحجب وجهها باللون الأسود اللامع أيضا وعلقت كيم على الفيديو كاتبة يوم آخر في المكتب هذه أخبارنا يا مهر شكرا لك في الخبر الأخير زينت أكثر من مليون وردة منطقة تعليم اللحوم في حي منهاتم بمدينة نيويورك الأمريكية في إطار مهرجان الظهور الذي سيختتم يوم غد الأحد الظهور بألوانها الزاهية التي منحت الحي رونقا خاصا تنوعت بين الوردي والأرجواني والأزرق والبرتقالي والأصفر وجذبت الكثير من المقيمين والسياح الذين تهاتفوا أو تهافتوا للاطلاع على جمالها والاستمتاع بروائحها العطرة والتقاط الصور التذكرية أمامها ويقول المنظمون إن الثمانين بالمئة من ظهور المعرض حقيقية وليست اصطناعية وعندما تتحلل في ختام المهرجان سيتم إزالة هذه النفايات الخضراء وتحويلها إلى نشارة إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة تابعونا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتابعوا أحدث الأخبار والتقارير على موقعنا صوت بيروت دوت كوم ولإعادة مشاهدة نشرة الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق صوت بيروت انترناشنال وترقبوا أيضا إعادة لهذه النشرة عند الساعة التاسعة ونصف مساء عبر إذاعة صوت كل لبنان والليلة تتابعون برنامج بلا ولا شي للإعلامي رضو الفلال عند الساعة العاشرة مساء شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة